السلام عليكم وعيكم بطالب عطي عبد الرحيم طالب مرحلة ثالثة في كل يطب جوانة كوفا ان شاء الله في هذا الفيديو رح نشرح السوبر كياس متك النوكليوس الباثوي مالتها البوظيفة مالتها وهماتها رح نتطرق علما إلى موضوع مهم كلش اللي هو سيركيديان رثم هذا الفيديو والفيديو السابق مع البرين ويف هي ضمن سلسلة الاسليب وان شاء الله الفيديو الجاي رح يكون يعني نحكي بالاسليب والمراحل مالتها واشتوان يصير فالما شاهد في الفيديو السابق مع البرين ويف والاي اي جي ضرورة يشوفها يعني حتى تكمل السلسلة كلها ويشوف الفيديو هذا ويشوف الفيديو الجاي تعلق بالاسليب حتى يفتهم الموضوع كله بصورة كاملة بهاي الصورة لقبالكم نتضمن الغدة الهايبوثالمس الهايبوثالمس منهم الغدد بالجسم انا اسميها ام الغدد ليش لانه هي اللي تسير الجسم كله تتحكم بالجسم كله بالهرمونات باليموشن اوكي حتى تأثير على الاوتانوميك نيرفل سيستم هماته اوكي بيها مناطق متعدل هايبوثالمس وكذلك ما ننسى ان الهايبوثالمس ترتبط بالغدة اللي جواها هي هي الهايبوثالمس تتكون من تو لوب انتيريار اند بوستيريار لوب واخذ مها سابقة ما راح اتطرق لها لكن راح اتطرق الى كم معلومة بالهايبوثالمس ورا هنتقل الى غير شي قلنا الهايبوثالمس تكون مناطق متعدل تشوفوه اقبالكم اوكي مع العلم كل منطقة اللي ها وظيفة معينة ولا تأثير معينة على مطاق اخرى بالجسم من ضمن الدماغ ماته المنطقة اللي راح نشرح اهنانا اللي هي موجودة مضمن هايوثة لمص هي السوبركاسم التكنيوكلياس من اسم السوبركاسم التكنيوكلياس وننتقل وننزل لجوه مثل ما أخذنا بالباثوي مال الفيجن باثوي مال الفيجن راحاتش عليها في مراجعة سريعا من الأي وراها للأوبتيكيازم بعدين أوبتيكي تراكت بعدين نروحها اللاترال جينيكوليت بادي واللي هي لا ما ننسى انه بي قسمين اللاترال جينيكوليت بادي اللاترال جينيكوليت نيوكلياس اللي موجود بالثلمس بقسمين بدورسل دورزل وبينترال القسم اللي يروح بيه مال الفيجن بالرؤية الطبيعية شو انت تشوفوا في الفيديو هسه وان يروح انت يروح بالدورسل بالدورسل بارت أو باللاترال جينيكوليت نيوكلياس او تقدر تسميه شنو دورسل لاترال جينيكوليت نيوكلياس مال ثلمس وراها الوبتيكرادياشن واخر شي روح البيجوال كورتكس هذا الباثوي الطبيعي النورمال اكو بعد عندي اربع اربع طرق هما تروح بيه الباثوي زيان شون يذني خلنا نشوف يجي من الاي يجي من الاي وهماته أوبتيك نيرف أوبتيكيازم لكن وين يروح لاترالجين 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 نيوكلياس لا يروح وين يروح كياسمتك انيوكلياس هذا اول شي فمن يجد الضوء لها خلال النهار أو الغرفة من يحفز هاي السايكل ويبقي الشخص نشط ما راح اطرقها ستا لكن استخلوها ببالكم منها الباثوي الاخر غير هاي ما الفيجوال كورتكس ونروح السوبركيس منتك نيوكلياس اللي بعده شنو اللي بعده يروح وين اللي بعده وين روح يروح وين الى نيوكلياس يسموه شنو البريتكتل البريتكتل نيوكلياس تمام اللي بريتكتل النوكلياس هاي اللي بريتكتل النوكلياس يفيدني في التركيز الكنسيطراتيشن على الانبورتن تيك وبعد الشغل المهمة كل شوين باللي بيوبالري لايت رفلكس تمام زين اللي بعده وين يروح يعني هسا هاي كلها وين دي اروح شنو منقصد بها من الوبتكتراكت وينتقل هي ما يمر بالله تلاجي نيوكليا نيوكلياس لا يروح غير مكان يجب أن أذهب على عمل الموضوع سوف يجد من الاترال جينيكلات النوكليوس قلت قبل رحالة جينيكلات النوكليوس يوجد قسمين دورزل وفنترل إذا نذهب بالدورزل يجد من الوزل ونتذهب إلى فنترال فين الاترال جينيكلات النوكليوس من رح يروح من خلال هال ventral lateral genucleotinucleus تمام وبعد وهمات يروح لل basal region of the brain تمام يروح basal region نكتبها of of brain من يروح لل ventral lateral genucleotinucleus ما للثلموس وهمات ال basal region of the brain رح يأثر وين سيأثر على body behavior function على سلوكيات الجسم المختلفة تمام هذا الباثوي الثالث الغير الغير ما للفجن الباثوي الرابع واللي مهم كلش رح وين على تركيب مهم كلش ليوه ش اسمه superior coliculus شنو اسمه اسمه superior superior شنو coliculus تمام تمام superior coliculus هاي superior coliculus من يروح يحفزيه ش رح يصير رح يودي رح يودي إلى حدو شنو يعني control شنو رابد direcional يعني يودي إلى حدو يعني control شنو قلنا رابد direcional movement of the two eye يودي لاشنو control of رابد direcional movement of the two eye يعني حركات الاتجاهة مع العينين الثينات بنفس الوقت يؤثر عليهم اوكي اذا هسه بالصورة الطبيعية الشخص يشوف الصورة الطبيعية وين يروح ال eye optic nerve optic chiasm optic tract الوين يلا رقولوا ياي dorsal lateral genucleus optic radiation visual cortex الباثويات الاخرى شن هنه eye optic nerve optic chiasm optic tract supra chasmid kinucleus وهاي مان supra chasmid اكو باثوي اخرى سناخد بعض شوية بها فدميزة معينة الميزة عن البقية وال supra chasmid قلنا وين بسر كدرته ونسل بوك سايكل او يروح وين optic chiasm optic tract وين يروح لبريه تكتيل النوكليوس قلنا هاي وين بالconcentration or the important thing او pupillary light reflex بعد البنترال lateral genucleus وباسي region يقدر يعني يأثر علم على ال body behavior function وعلى superior يروح وين وراها يأثر على ال رابد directional movement of the two eye ماشي هسا نيجي هنانا واللي نيجي هسا على الشي المهم نريد نحكي اللي هو السوبرا كياس تركيزنا هسا كلها حيصر عليها السوبرا كياس قلنا وين صار فوق الاوبتك كياس ويجي لها تحفيز من الاي الباثوي ما تكون متخصص شنون يعني الاي بيها شنو بيها كون والرود لكن الفوتو سنساتيف الفوتو سنساتيف اللي يكون خاص بالسوبرا كياس متى النوكلياس ما تكون خاصة لها يعني فقط هذا من يتحفز يؤدي لها تحفيز السوبرا كياس متى النوكلياس ما اسمه ما اسمه الفوتو سنساتيف البيجمنت ما اللي ما يتحفز يحفز الريتنال غنقليون نيرون ويؤدي لها نقل التحفيز العصر بايمان السوبرا كياس متى النوكلياس شنو اسمها الفوتو اسمها ميلانو بسين شنو اسمه ميلانو بسين نكتبه هنا اسمها ميلانو ميلانو بسين هاي الفوتو سنساتيف بيجمنت التي عندما تتحفز نتيجة تصليط الضوء معين عليها تؤدي لها تحفيز الريتنال غنقليون نيرون وهذا ينتقل عن طريق عن طريق ها التراكت خاص بها هو أوكي هو نفس الشي على نفس المسار لكن خصصوه لها التراكت يعني اوكي شا اسمه هذا التراكت مالته رتنو هاي بوثالميك تراكت من اسمه رتنو من الرتنة التحديد من يافوتو سنساتيف من الأون بسين اوكي هاي بوثالميك راحل هاي بوثالميك يامنطق به هاي بوثالميك هي السوبراكياز من النيوكلياس تمام السوبراكياز من النيوكلياس زيان يعني احنا ميزناها حتى نخليها برأسنا يعني العلماء يحبون يتفستقون اوكي بنقاسين تمام علماء يحبون يتفستقون يحب ينزل لك الشغلة ما يحب يخلي شغلة عامة لا يحب ينزل لك الشغلة يحب ينزل لك الشغلة يتبقى برأسك جيدا حتى قلنا ما هو اسم ال الرتنة اللي موجود بالرتنة واللي يروح عنده تحفيزه تتحفز الرتنة القانجلون وهذا يدل تحفيز السوبراكياز من النيوكلياس شنو اسم الفوتوائي بيغمنت ميلا أنو اسم ميلا نبسين حرفزن السوبراكياز بكي نوكلياس قلنا التحكم بشي سموه ساركيادين رثم الساعة اليقاعية مالجسم يعني الساعة اليقاعية شنو يعني الساعة اليقاعية تشمل يعني التنظيم الداخلي للجسم التنظيم الداخلي يشمل لأفراز الهرمونات التحكم في الشهية الأكل السليب ويك سايكل هماته المود مالتي يتحكم هماته بالأوتانوميك نيرفر سيستم زيان الأوتانوميك يعني الباراسماتيك والسيماتيك يروح المناطق شوف هاي السوبراك كاسماتيك نيوك اليأس وين تروح وراها تروح تصعد لي فوق وين تروح تتحفز لي هاي المود هماته السايكل مالتي تتحفزهم والسليب ويك سايكل وتأثر على الأبيتايت تمام تنزلي لي جوانت روح على البرين ستم تأثر على من الأوتانوميك نيرفر سيستم السماتيك والباراسماتيك قهية قريبة على البيتتاري تأثر على البيتتاري وتودي لأفراز هرمونات ناخد بعد شوية القروث والسيكس هرمون والسيرويدات والآخر والثيرويد هماته تمام زيان هاي حفزت البيتتاري وديت لشين وراها تحفز النيورو اندوكراين سيستم حفزت الأوتانوميك نيرفر سيستم حفزت وراها شيء والبراسماتيك وهماته الأبتايت وديت وراها شيء إلى feeding behavior يعني سلوك الأكل واحد يريد يأكل هذا شنو يدي بالنهاية الهرمون والرجوليشن أكيد هاي نيرون دوكراين من حفزت البيتتاري تفز هرمونات هرمونات تحكم بالهرمونات والسيماتيك والبراسماتيك وأكيد هماتها بال core body temperature تحكم بذلك حرار الجسم يؤدي بالنهاية تأثير عن الكارديوفاسكولر على الرينو وعلى الميتابلزم تمام أكيد يعني هو يفيدك من يأكل يأثير عن الميتابلزماته تمام واسماتتك والبراسماتتك أكيد تعفون بعد تأثير السماتتك والبراسماتك على الكدني وعلى مناطق خراب الجسم على الرينو فيزل هماته وعلى الهارت الهارت يسوي بي كونتراكشن ريلاكسيشن تمام يزيد الهارت ريت يقليل الهارت ريت يزيد الكونتراكشن يقليل الكونتراكشن كالتشو هذا الإنشجة الباقي مثل المصل حسنا هذه أهمية السوبراكلياس تأثر على منطق عديدة في الجسم هذه أكثر منطق موجودة في الدماغ مثل بيتيتري فوروبراين هايبو أيضا تأثر منطق بالهايبوثالاماس دعنا نزل لي جوا حتى ندخل في عمق هذه المناطق التي يؤثر عليه السوبراكيس بدك النوكلياس ونأخذ كل التأثير سيؤدي يعني عافوا كل منطقة سيؤثر عليه يؤدي لتأثير معين شنو هذا؟ دعنا نشوف تجيني هنسى السوبراكيس بدك النوكلياس هذا السوبراكيس بدك النوكلياس يؤثر وين؟ على الفوربراين وعلى الثرلموس وذن الثانية تموين يؤدي لشغلة معينة إلى شنو التأثير؟ تأثير على مياه مناطق على النيويوك كورتكس والهيبو كمبس نقف النيويو كورتكس الهيبو كمبس النيويو كورتكس وين منطقة في الكورتكس؟ الهيبو كمبس أحد مناطق الضرورية وين؟ بالميموري وأيضا يفيدني بالكوغناشن والإنتينشن تمام؟ الليمبيك سيستم مناطق في الدماغ مهمة في اليموشن البيهيفير والبيزلغانقلي موتور كونترول هذا يؤدي من تتحفز مناطق عن طريق التحفيز الذي جاهي عن طريق الفوروبراين والثلموس والذن يجاهي تحفيز عن طريق السوبراكيسنك النوكلياس ويؤدي له شنو؟ يؤدي له حدوث انتباه يزيد الانتباه ماتي الميموري تتحسن الإيموشن العاطف أكيد السايكو موتور بيرفورمانس وسينسوري موتور انتغريشن نجي واحدة الانتينشن والميموري والإيموشن وين عن طريق شنو؟ عن طريق بينا سهلة الهيبو كامبس والإيمبيك سيستم السايكو موتور بيرفورمانس نيو كورتكس وسينسوري موتور انتغريشن بيزلغانقلي سهلة ما بياشي ورسي ذELLge ننتقلي بعدها قلنا عنا .. السوبراكياسي نكو نيوكليا pry هذه الهيبو الثلمص وقلنا تأثر على ناطق عليز دة الدماغ من ضمنها نتأثرキ manipulated على الهيبو الثلمص لانه هيبو الثلمص وايضا تؤثر على الانتيرا بتتري وعلى البرينستن والراتيكولار فورميشن والبنيا لقلانت دعونا نرى حفزت جتي السوبركياس نكينوكلياس تحفزت وحفزت شنورا الهيبط الامص الهيبط الامص ستتتجه الى تحفيز اربعة مناطق اول شي شنه هي تدل تحفيز الانتيريار بتتري الانتيرا بتتري تحفز يودي الافراز هرمونات يتحكم في افراز هرمونات انه مثل هيرويد القروث هرمون الانه worthy هرمون كورتيزول سكس هرمونات وكل واحد ما تعرف المسار من شوان رح ينفرز وشوان يتأثر الاخره حفز الهيبط الامص الهيبط الامص يعني تحفيز وانتقها بالهيبط الامص هذه المناطق الاخرى بالهيبط الامص بعد إله شنو علي شنو نتأثر يعني من رح يحفز مناطق في الهيبط الامص هذه المناطق سيحفزها ما تكون مسؤولة؟ مسؤولة عن شنو؟ مسؤولة عن تنظيم و المتابوليزم اوكي؟ بعد البرينستم البرينستم و البرينستم و البرينستم و البرينستم و البرينستم يتحفز ان يؤدي تنظيم شنو؟ تنظيم الوتانوميك نيرفا سيستم فونكشن و السليب و ويك سايكل اللي سنشرحه بالمحاضرة الجاية والهاي يبقى ثلمص تنظيم الوتانوميك نيرفا سيستم تنظيم الوتانوميك نيرفا سيستم و السليب ويك سايكل شوفوا اللي يريد توسع بالهاي وثلمص كم نصيحة هي لو كفائدة احنا يشارحها بالقناة و اللي خليشوفها خليشوفها ويفتهم اكثر الهاي وثلمص بعد لكن هسا دا حتى بصورة عامة ما ردي تطب تفاصيل اكثر اوكي لانه اروح للغير مواضيع زيان بعد الهاي وثلمص تأثر على التركيب الرابع يهو البينيان قلاند الغدة الصنوبرية لتفرز الهرمون يكون مهم يكون مهم وين هذا الهرمون يكون مهم في عملية النوم يهو الميلاتونين اوكي الميلاتونين زيان صار السهل خو ما بيهاشي ما بيهاشي قلنا شبركياس لك النوكلياس من تتحفز تأثر على ثلاث مناطق الفوروبراين ثلمص الفوروبراين والثلمص تأثر عليما على نيو كورتكس وهذا يؤدي التأثير ما بيهاشي ما بيهاشي ما بيهاشي ما بيهاشي ما بيهاشي حفزت ناطق أخرى بهاي وثلمص الهاي وثلمص تحفز لي أربع شغلات انترابتري هرمون هرمون بعد هاي وثلمص تتحفز تحفز بها ناطق المسؤول عن وأيضا تلعب دور مهم في التحفز الهيبوثلمص هتحفز الهيبوثلمص هذا يؤدي التنظيم الهيبوثلمص بعد الهيبوثلمص هتحفز لي البنية الغلاند ويتودد الأفراز الميلاتونين اللي هو هرمون مهم في عملية النمو نحكي هسا على السركيدين الرثم بعد ما افتهمنا يعني السوبركياز السركيدين الرثم أمتسمها بالساعة اليقائية هاي الساعة موت داخل جسمنا في كل توقيت معين يصير شغلة معينة يعني هي من الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية موجودة الساعة ما لليوم ما لليوم قد 24 ساعة مو لكن هاي السركيدين الرثم او السركيدين كلاك قد تطور اكثر من 24 ساعة تمام تنظيم هاي الساعة شون من خلال النوم الصحيح النوم ليلا والاستيقاظ صباحا وكيد يكون النوم بالليل يكون مبكر اوكي مو مثل انا سدى صور الفيديو بعد نقاع الساعة الوحدة وربع بالليل اوكي ساعة مات السركيدين الرثم فادي مرا مضروضو عندي مو مرتبة فلازم واحد ينام من وقت ويقعد من وقت حتى السركيدين الرثم التي تشتغل بصراحة صحيحة مو مرتبة هاي السركيدين الرثم من تشتغل بصراحة صحيحة تخلي جسمنا يشتغل بصراحة صحيحة اول شيء من خلال الميتابولوزم يكون صحيح من خلال افراز الهرنونات يكون صحيح من خلال الرزق مال الدزيزي يكون قليل من خلال نشاط مالي يكون عالي يعني ضغط الدمات يكون طبيعي بعد ويكون النشاط مالي الجسمي وحتى ادي وظائف مهمة مثلا اروح للشغل اوكي الرياضة معينة كلها تكون طبيعية خلنا جهاز واحدة واحدة نبدأ من هنا هاي الساعة الساعة الستة مساعن ماذا يحدث؟ وهي ما نرجع لورا يعني نمش مع عقارب الساعة ساعة ستة العصر تكون على درجة حرار الجسم ساعة ستة العصر تكون على درجة حرار الجسم اوكي بالساعة يكون انتاج الكوليسترول يصعد اكثر بالتسعة يكون يكون يزيد فراز الميلاتونين ليا شنو بالتسعة بالياسة حتى يحفز عنية النوم اكثر زيان بالعشرة يكون شنو منيبوزل هوت فلوش أت ورس منيبوزل شنو هوت فلوش أت ورس يعني هاي العراض من منيبوزل هات فلوش تكون كلش خطرة يعني كلش تزايدة ساعة بالعشرة تمشي 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 تعبر توصل تقريبا ثنتين بالليال اوكي ديبس سليب يدخل الشخص في النوم العميق ساعة بالاربع الفجر تكون درجة حارة كلش قليلة اوكي بالستة الفجر ستة الصبح يعني تكون نسبة عالية امكانية عالية حدوث الوفاة لا سامح الله هنا قريب السبعة يبدي يزداد ضغط ضغط الدمالته سبعة يعني قريبulus ميلاتونين سكريشن يقل nanذيش ليش يقل ميلاتونين سكريشن كيني يش Geron القيامziej كيف تؤثر على افراز ميلاتوني ويجعل نوكليوس وهذا موضيفة فراز ميلاتوني حفز السوبركياز لنوكليوس حفز الناتق مع الحيوبة تلماس حفز البيني مرح هؤثر على أفراز ميلاتوني لن يقلل فراز ميلاتوني لماذا اعز لا يدعي انه عز لماذا اعز فراز ميلاتوني مستمرة فيكيد يكون ميلاتونين سيكريشن يكون قليل قاعدة من النوم بعد بس بالليل من يقل من يقل التحفيز للسوبركياس في الكنوكلياس من يقل دخول من يعني افو يقل تحفيز للرتنة عن طريق نقصان بالضوء يصير رح يزداد افراز ميلاتونين بالليل ليش ان هون سوبركياس في الكنوكلياس يقل نشاط مالتها بالليل بالتالي بنياري قلاند يزيد نشاطه تكون تفرز ميلاتونين اكثر فالصبح اكو ضوء اوكي واحد يقل بسبعة الصبح يكون نشاط و ميلاتونين يكون كل يوقف بعد ما يكون ميلاتونين يكون نشاط كلش بعد يعني هذا يعني السركيديان رثماته ماشية بصورة صحيحة بعد اما تبساعة معينة بالعشرة تقريبا يعني الافراز التستوستيرون يكون عالي وهنا قريب الاثنان عشرة تظهر وش فيه يعني يكون خطر عالي للصابة بمايو كارديال انفاركشن تعبر ثنتين وشوية يكون بس كوردينيشن افضل افضل تنسيخ الجسم عمل جيد الجسم وبالاربعة يكون كارديو فاسكولر يعني يكون كارديو فاسكولر يكون في قوته اوكي ما بيخلل واليضان المصل تكون بقوتها مو متعب بالخمسة العصر شفيها يكون ضغط الدم عالي كلش تمام هاي السركيديان رثم كله هس نشوف نان بحالة السليب شي صر عندي بالسليب عندي اربعة تماكن بالسليب رح تتأثر بالسليب وفاسكولر اكيد واحد نايم قابل يأكل لا ما يأكل فاسكولر يعني صايم مثل الصايم بالليفر شي صير تزيد عملية الجليكونيوجينيسيس والجليكوجينيولايسيس والميتو كوندريال بيوجينيسيس ذني كلين يزدادا بالسليب او بالفاسكولر البنكرياس شين رح يزداد بالبنكرياس يزيد الفراز كلميكاجون حتي يدخل هاد المركبات لاني للخليية زيان بالفاسكولر يزيد يزيد ليبت كتابولوزم والليبتين ويزيد ولاخير بالمصل شنو يزيد عندي شنو أوكسديتف متابولوزم أوكسديتف و متابولوزم تمام أوكسديتف متابولوزم يزداد بالمصل هاي كلها سيصير بحالة السليب حالة الويك شخص قاعد او بالفيدي منيأكل وشيصر عندي بالفارش انو عكس دي بلا سليب كانت كسر قليكو جيهنالا وكليكو جيهن يزداد تكوينه كوليستيرول ازداد والبيعلاس السنتيس هماته يزداد بعد البنكاريهنو انسولين سيكريشن ازداد تمام انسولين سيكريشن يزداد طبعا على فعلت خلوكا قون يزداد ليش انو زياد دخول الذنى المركبات الخلايا لا العفو عن خطأ connects cuca حبيب هو يحفزغ Heroes الفات والآخرة يعني زيد من دخولها من هو هو الإنسولين الذي يؤدي له يعني زيد همات شنو تكوين غلايكوجين وزيد تكوين الليبت بالجسم تمام هاي توضيح الفات شبيه الفات زيد يعني بالفات شو شسر بالفات شو زيد عامة اللايبوجينيسس والأديبونكتين بروداكشين يزداد بالمصر شنو رح يصير بالمصر الفاتي اسيسس يزداد واليقلايكوليتك متابلازم همات يزداد هاي كلها صير وين بحالة الويك شخص قاعد طبعا الشخص الملتزم ولنومه صحيح والقاعدة مات تكون همات صحيحة والنوم مات تصرها صحيحة مينام قليل ولا نامه هواية لا يعني بحيث تكون السركيديا رثم مات ملتزم منتظمة كلش يعني اوكي رح تصير بي كل ذنى السؤال في لقناها بصورة طبيعية اوكي مرة تشوف الواحد انت تكون نومتا مطبيعية اظل قاعد بالليل وينام النهار هذا يعني شايف ان يقول لك هذا هو نفسه يقول نو شنو يقول والله يا رأت لو أنام بالليل يقول ليش يقول لولله نومة الليل متتعوف شوف اذا نومة الليل رح تودي لها شنو تؤدي لان تضام السركيديا الرثم من يدت لان تضام السركيديا الرثم رح تودي لها تكون النومة مريحة بالليل ليش انه الميلاتونين انفرز بالليل الميلاتونين شوف الميلاتونين ما انفرز بالنهار الميلاتونين انفرز بالليل هذا الهرمون يحسن من جودة النمو يخليك تنام بصورة جيدة اوكي ونوم عميق هماته فانت اذا ضليت قاعد بالليل 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 وتنام الصبح شنو رح تحرم جسمك من الميلاتونين بالتالي منتنام الصبح تقعد مثلا ساعة بالخمسة أو بالأربعة العصر شنو يعني تقعد انت تعبان ما لك خلق كل شيء ما لك خلق وما عندك نشاط ديش وهماتا تكون النوم تحسن يعني مو زينة ومثل قبل لأنه الميلاتونين عندك شنو يكون صفر الميلاتونين هو هرمون مهم في النمو يحسن من جودة النمو فذا انت حرمت جسمك من النومة بالليل ومعناتا شنو تحرم جسمك من هرمون ميلاتونين بالتالي تكون جودة النمو عندك مو زينة جودة النوم عندك مو زينة جودة النوم عندك مو زينة تكون المراحل المالتها أنواع السليب التأثيرات السليب على الجسم نحن تشاهد الفيديو الجاي هسا نرجع نأيد كم شغلة حتى نختم بيها الفيديو مثل ما قلت لكم الفوتو في الفوتو بيقمت اللي ما لعلاقة بالرود والكون اللي تكون هاي الفوتو بيقمت منت تحفز تودية تحفيز الريتنو القانجلون نيرون وهذا ينتقل عن طريق الريتنو خيبوترلميك تراكت الى سبراكاس بلليكو نيكلياس ويسميه ميلانو بسين السبراكاس بلليكو نيكلياس السبراكاس بلليكو نيكلياس تأثير عن ناطق مهمة بالدماغ وتودية تنظيم السيركيديان رثم هذا كل ما موجود وكل ما يتعلق بالسبراكاس بلليكو نيكلياس والسيركيديان رثم أتمنى تكون مواضح لكم أي سورة وسبسارنا حضر بالخدمة اشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين نشوفكم بالفيديو الجاي في مالا اشتركوا في القناة